رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أخرجه البخاري وصوصر في كتاب الكصوف باب وضول السجود في الكصوف حديث أبي مسعود البدري وعقبت ابن عمر أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك له وحوري رسولك وحوري الشمس والقمر ضيحاء يقرحد لا يمخصفان أهمد وبعدان لموت أحد الروح جردي أو من الناس ضد كمدا ولكنهم اللا كيس آيتان لبأ آي ذدوي أو من آيات الله إله سبحانه وتعالى آيات كيس كمدا فإذا رأيتموها فإذا رأيتموهما مركز اللابدوذي كو أرقتان يعني مركز يسبدل يتغيير فقوموا استعجب أن يبقوا لأوا فصلوا كذا حي لا يسبدل كان أدوي ذا كو إمامي أما الرغب كان فتحي أما وبي ذا فتحي أما الضبيلها إيا الضوفانة دا لغو صلي ديو أما قرح ذا إيا دي حمد وباني وحلام إيا أستامك مذا أستامها إيا آياتك إلهي سبحانه وتعالى أولغو قرانيو ألي سبحانه وتعالى أودي سالغو قرانيو أخرجه البخاري وسوصر في كتاب الكصوف باب الصلاة في كصوف الشمس بابك كصوف سنقرح مذوباتك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وحدي خصفة الشمس قرح دي باب مذوباتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم نبيا إستاغي فزعا إستاغي أرقك حسن أيو إستاغي يخشى حالك بغي أن تكون ساعة ساعة قيامئنا النقطة أيوك بغي فأتى المسجد مساجدك يتغي نبيه فصلاوات كذي بأدول قيام إستاغي أقول ليرا صلاة دي أغو إستاغي ليريده كذي نبي والركوع والسجود صلاة دي أغو ركوع لي السجود ليريده نبيه إستاغي واتكذي ضيب حليهاي ورأيته آنر كقد ولغذي يفعاله السبع الصمين فكوعي السجود أقول ليريده أرقك النبي محمد السجوة الصمين أيو رسولك صلوات الله وسلام عليه السجود وقالوا حلي هذه الآيات لكن إلهي بوحوق عبسقليا أدومه يسوق عبسقليا فإذا رأيتم شيئا من ذلك شئر كاكمد مركز أرقتان اسبدل السجوة أدومك أوكي من مركز أرقتان فافسعوا إلى ذكر الله إلهي ذكره سكوار لدح ودعائه على برد سكوار لدحو إلهي برية واستغفاره الله سبحانه وتعالى دمدا فوي ديستا أخرج البقاري في كتاب الكصوف باب الذكر في الكصوف في باب ككسابسا حسك إي أدكار تسوأر ورتي كصوف كشيك تانكيس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه ابن عمر كان وحا يخبر متكوهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نبيكو كوهما ييي ولوحور إن الشمس والقمر بيح إيقرحه ويرنبق صلوات الله وسلم عليه لا ينخصفاني أمم ذو بادان لنوتي أحد الروح بيردي إيذن لحياته إيذن رشي سطول أمم ذو بادان ولكنهما لكن لبدوا ذاس آيتاني لبع على روه ومن آيات الله إلهي سبحانه وتعالى آيات كيسة كمد فإذا رأيتموهما مكة دركتان فصلوا تكدأ أخرجه البخاري في كتاب القصوف باب الصلاة في قصوف الشمس باب القصوف سوغر أحمد أيها قصة صاري حديث من مغيرة ابن شعبة فضي الله عنه قال كثفت الشمس كثفت أما خصفت وإسكوا معنا وحامد ما ذو بطرحدي على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم واختق نبي محمد يوم مات إبراهيم مال كويل في نبي إبراهيم أمارية القبضية أيها شيء مال كثير من ذو بطرحدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يا روحي عاددا يدقن كجاهل في سببابينا إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قرحنا يضيح ومن ذو بادان روح بن آدم يعني مركا منشي سيدي ما شدي سعروم ذو بادان فإذا رأيت مركا فصلوا كذا ودعوا الله على قرية سبحانه وتعالى فوحا لنطي أممتكا للشي سامينكم له إله سبحانه وتعالى مواملكي سأدوئ ذاقو مامولي يسبد الكوكوكي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أفلا يبسغوا أخرج المقاري في كتاب الصلاة الكصوف باب الصلاة في قصوف الشمس باب كصوف صار كتاب الجنائس الجنائس يعني بفتح رجيم الجنائس إليه إنتما ويبنانت باب الوكا على الميت ميتك إنه أول برار على قدر واتبني واتبني حب المقبول لنطي أفكار لنطي حب لا يبنك لنطي وحاس إنك بلعين طالما أقول لكن ما أقول لنطي روحي آتي علي المقبول كال انتو قلبك انتو هننكر وإن عشو أي صدر يلتو إلم أي كاتما دو عرب كاذا أديب حما تك إلال نائم حديث أثماء يعني عافل حديث أسامة بن سيد رضي الله عنهما قالوا حلي أرسلت وحاسو عدرتي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قرد نبي صوعدرت كبدي نبي صلوات الله وسلام عليه أيا صوعدرت نبي صوعدرت محيط لمك نبي صوعدرت محيط يعني إريه للنبي صلى الله عليه وسلم إن نبما لي قبض فأتنا إن نبما لي يعني 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 يسو نبي يقبض وعلا قبض وعلا صلى الله فأتنا نوك لرسول كإله فأرسل نبي قدر يقرئ السلام نبي قليء واخره يقول السلام حيث كال كال ويقول حلي إن لله ما أخذ وله ما أعضى وكل عنده بأجل مصمى فلتصبر ولتحتصر حلوه إله سبحانه وتعالى وحأصغ ناذي ما أخذ وحوقاته ويستدعن ففياش أفسد وله وله وحوقاته سبحانه وتعالى ما أعضى وحوق بحيان وليه أصلا أولاد بحيان عنده ضرور وصلا كل نفس يعني وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا بإذن الله يسمع وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أحب بحي إله أولئه وأولاد سلا بحي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوّجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من مرك ساسوك لبنير صلوات الله وكل عنده بأجل مسمى شيك إله أتي سبح كله وقت يمضل بكله ساعدنا كهر مرميس ساعدنا كذب الميس إله فإذا جاء أجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستخدمون لكل أمة أجل أمت كستوح أصبنا تأجل إيا مضل واختي إله فإذا جاء أجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستخدمون فإذا تأجلهم وإتم ساعدنا كهر مرميس ساعدنا كذب لعمايان فأرسل فأرسلت إليه ويوص عدرة مرميس تقسم عليه مرميس 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 ففاضت عيناه غرد إن دود إنه بقى صد تقو إلمي رسوله صلوات الله ورسلام عليه فقال الساعد باير يا رسول الله ما هذه رسولك الله ترين ما حيت إلا ماذا ما حيت هذه قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده تلوان الحريس إله أوقلي أبو مديس قلب قلوب أوقلي يمؤمنين تا وإن حريس تا يسو حيا وإنما يرحم الله من عباده الرحمة قلوب حريس من لا يرحم لا يرحم رحم حريس ومن حريس نجد أقول سلام عليه إنما يرحم الله من عباده الرحمة قلوب حريس عندما دخلت سوف تغييره لماذا يتعلق الناس لما ذلك يبدأ المعلمين بشأنه تدعي ما يتعلم انه يختاره وخيره البقارية في كتاب الجنائس باب قول النبي يُعذب الميت بعد بكاء أهله علي باب قتلنا من ميتك وحالبوا على من الروح ميتك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الحديث اشتكى سعد بن عبادة اي حنو صديق شكوا له يعني شيغشو يحنون يجرؤوا ليه سنو سقناطه فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم نبيك اويمين يعوده سبب وقميه حسنك صوب قرصو سيارتي ما عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم نبيك محالة شركس عبد الرحمن بن عوف احد عشرة المبشرين بالجنة محالة سعود سعد بن ابي وقاس احد عشرة المبشرين بالجنة عبد الله بن مسعود فلما دخل عليه مركو اقلي يعني سعد بن عبادة مركو اقلي فوجد وحوها ليه في غاشية أهل أهل كيسي والضبولي دكي وكفع صنبوهم فقالوا حيني قد قدع مدينتي قالوا حيني الله يا رسول الله مدين رسولك لوما يوا موليا ولين فوقتك فبكى النبي صلى الله عليه وسلم نبي بوائي الميي فلما رأى القوم قوم في مكة أركين بكاء النبي صلى الله عليه وسلم نبي قالوا مجموحيني قالوا مجموحيني لا تسمعون ميدا مغل إن الله لا يعذب بدمع العين إلهي وحكوا معداب إشرايل تاذا إلي المدينة ألا وحبكم معداب ولا بحسن القلب قلب يوم القديس يترهيذي سنة قالوا سبحانه وتعالى وحبكم معداب قال الله سبحانه وتعالى من قلبه يتير ايه يسانا يحبكوا مع عذابه ايه يرنوه بسلوات الله وسلامه عليه ولكن يعذبوا بهذا لكن مت كانوا قالوا وحقوا عذابا وعربك واشار الى انسان يعربك يسوفر تقفيا سانا مهي هو ابن ايه شابن ايه حصل قدعا ايه عربك وحصلوا عذاب او يرحم هادا اما كانوا حقون حريستا وان الميت روح ميت كاي يعدبوا حلقوا عذابية ببكاء اهله عليه برورتي ايه الكيسو ايه برورتين ايه اللو عذابية اخرجه البقالين في كتاب الجنائس باب البكاء عند المريض روح جرن يعني مكاين لا او يوباف بسرس باب في الصبر على المصيبة عند اول الصدمة روح يهي الصبر كان مصيبته ملكه قدعا ايه وقخر يسئنوا يهيوا اللو باهين روح الصمالك انتو برورت او هلء كدلقوا واسلامهم قلوا يسكسبر بمحاولا صهدانا صبر المحائيس ونقني صبر المحائيس صبر على المحائيس صبر على المحاول صبر على المحاول مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راتعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون حلية انس ابن مالك رضي الله عنه قالوا حلية مر النبي صلى الله عليه وسلم نبيه صومري بامرات هاوين صومري هاوين لا سو تبكي عند قبر قبر اكتي كأويس هاوين برورن يسو يعني قبر اكتي كأويس ايه صومري النبيه فقالوا حلية اتقي الله واصبري اله سبحانه وتعالى كبقوا اسكسب القبرية قالوا حلية اليك عني ورضيقتك ورضيقتك وإداه فإنك حلية لم تصب لك ماسيب بمصيبتي ومصيبتي حلية اكتهي لم تقود عليك ومدعني إداويلي هويت ولم تعرفوا من الجردين فقيل لها وحلية إنه النبي صلى الله عليه وسلم شكوا النبي ابوها عدد نهادي سيما جرميسي نبي محمد ابوهابالي قالت وحيتري فأتت وحيتك تيبابا النبي صلى الله عليه وسلم الباب كي مليا فلم تجد منه اللي عنده أي عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي أكتيسة كمامه اللي نبوا بينك هو الباب كي ستاين وهو بكوح ليفوح ويبديه ويستغفوه يرده رتال عدك عيد السبب وماني قلنا نبيه السبب وصيبه فقالت محيط لي لم أعرفك كمانا جراني نبي قلت كمانا جراني ويقعد البارد قالوا لي إنما الصبر إنك لما يصبرك وعند الصدمة الأولى وطعض أبو هرس وأمرك أبوه الرئيسي يدبت أي قول بعضه أيا السبب كاللدون يا روحين صلوه داب الميتي وعذب ببكاء أهله علي ميتك وحلقوا على ذي أوهيمت إي برورت إيه الكي سعيو برورتين أوهيم حديث عمر بن خطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ببكوه الميت الروحي لنتي وعذب وحلقوا على ذي في قبري قبري ليسا بما شيء سببت سأل وعذب ينيح عليه الله برورتين أخرجه البخاري في كتاب الجنائس باب ما يكره من النياحة وحلقوا على ذي وحلقوا على الميتي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي موسى قالوا حين لما أصيب عمر عمر ما كان أصيبه أبنى كي لوحلقوا على المجوسي يعني توريقوا على ذي عمر بن خطاب قاله جعل سهيب وحبه لك ليقول له و أخاه ورالك يوم قال عمر وحلقوا على ما أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت روح الانتين ليعدبوا حلقوا عذابيا ببكاء الحي متكن والأهنتيس مركز طلبها يقول ما قلوا بالله عقاب أخرجه البقاري في كتاب الجمائس باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت بعد بكاء أهلي عليه حديث عبد الله بن عمر وعمر وعائشة عن عبد الله ابن عبيد الله بن عبي مليكة قالوا حبيبه توفية وحاله أبصده ابنة قربة لعثمان وعثمان وسقناطي رضي الله عنه بمكة مكانه أبصده وجئنا وانني لنشهدها سيانه حادرنا وحادرها ابن عمر بحادره وابن عباس عبد الله بن عباس بحادره رضي الله عنه وإني ألغن هدان عبد الله بن مليكة إن الميت لن يعدب ميتك وحاله عذابيا ببكاء أهله عليه برورتائه الكسؤو برورتين قال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وحوري قد كان عمر رضي الله عنه وحا يقول كي إلهذا بعد ذلك أرن كابر كبير كبير ثم حدث يعني حدث كبير الشيذي قال وحوري استدرت مع عمر وعمر بن مكة لسوف لي يعني عمر بن مكة صور رعي ويكالي ينه من مكة مكة حتى إذا كنا مكة موهين بالبيداء بيدي مشى ليداهذو يعني مشى مركة موهين إذا هو وبيض بيركب كواس عطاه وبيديد فوشاني تحتضي لي السمرة قيادة قراءة حوستي سمرة فاقال وحوري إذهب تقو فانظر فيري من هؤلاء ركب دكا سعطة عديهم الفير ابن عمر ويسا فيري وعمري قال وحوري فمدرت وانا إلي فايدا سهيب وبالسهيب الرومي فأخبرته عمر بن مكة وهمي قال وحوري أدعوه لي يا إيهوية قال لك فرجعت إلى سهيب سهيب وقصو الله عبتك فقلت وحنغي ارتحل يعني قول وحراء أو كذا فالحق هلال أمير المؤمنين أميرك مؤمنين تحلاله وقاربك ويري فلما أصيب عمر وعمر ملكي العسير من دي لغرفتي دخل سهيب 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 وقصوك لليك كي سهيب سهيب ركو سهيب قال بحوري وطول صغل وآخاه ولا الكيو وصاحباه صاحب كيديو قال عمر ركو رضي الله عنه يا سهيب سهيب أتكي عليم يا دئو إيسا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رسولكم يرئي ملني تمي فييعذب الحل وعدابي ببعد بكائه بكائه عليه أهله يعني ببعد بكائه أهله عليه ويمتئه الكيسوهي ويمبركب بالوعدابي قال ابن عباس رضي الله عنه وقر فلما مات عمر عمر وكي أيام ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها وأشاب فقالت عائشة رحيث الرحيم الله عنه عمر الله هون حريستو لا والله له وقد أتمنى حدث الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك لما مشهدين إن الله سبحانه وتعالى لن يعذب المؤمن مؤمنك العذابية لن يعذب المؤمن مؤمنك العذابية مال أورا ببكائه أهله عليه وهنت فوحب منك إهلكيسو أيب براتين بل وعدابي لن يعذب المؤمن ولكن رسول صلى الله عليه وسلم قال لن يقول إن الله ليزيد الكافر قال قال الحلوس يا دنيا عذاب العذاب مؤسس يا دنيا ببكاء أهله عليه وهنت إهلكيسو أيبه وهي أنا أبروتين ولكن رسول صلى الله عليه وسلم لكن رسولك وقال محيطني حسبكم حيث كفلا القرآن حيث كفلا لا تزير وزيرة المسر أخرى لا تزر محمارت وزيرة من دمودي نفد مودي محمارت ويسر أخرى نفك لدنب جيد محمارت حيالك كل نفس بما كسبت رهينة نفل ما عملك يهرامنت وقال ابن عباس رضي الله عنه عند ذلك أرد وحولي والله إلهي لهو أضحك مدك وحكي قسليوي وأبكى مدك وحكي وهيوي قال ابن أبي مليك وحولي الله إلهي وقلاتي ما قال ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر وقال ابن عشان وقال ابن عشان سينا الصحبة عنه وحوكي عائشة وعلى قصح صناي عائشة من فهم كأيك وطي صح ماهين ولم قرآن كداه يسبحي الدريشته لكن عبدالله بن عمر يا عمر بن خضاب يا المقير ابن الشعبة يعني سهيل الرومي يا صحابه من الميت إذا أياه ورئي نبدو إنه لإن الميت ليعدم ببكاء أهل شيء وكأن عائشة عمر قفق حكم سماه هنا عمر باكسح سلام أخرجه البخاري وكتاب الجمائس باقوم النبي صلى الله عليه وسلم ببكاء أهله عليه حديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر عن عروة قال الحيني ذكر عن عائشة رضي الله عنها بالوشغة أن ابن عمر عبد الله بن عمر فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبدو إنه أكريانا إن الميت الروح ميت فهي عذب والعذابية في قبري قبري سليحي سألقوا عذابية ببكاء أهله أو برورتين أهل كيسو فقال ابو حيتر وهل ابن عمر فعلي وهل ابن عمر عائشة ذهب وهمه إلى ذلك وهل ابن عمر ووهمه واسمه تسيه رحمة الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لوحوره إنه ليعذب والعذاب والروح بالآل انتهى بخضيئته قفك سألقوا عذابية إياه وذنبه دنبك سألقوا عذابية وإن أهل وأهل كيسو الله يبكون عليه الآن هدئه وإياه قال ابو حيتر وذلك كاسلوحه ومثل قوله حضر كي نبقوا لإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قام على الغليب يعني يقول استاغي نبيه على الغليب يقول استاغي وعيال كي بدر فقال له بحكور ما قال له بحكور ما قال له بحكور إنهم ليسمعون ويمقليا ما أقول حاليا إنما قال بحكور إنهم الآن ليعلمون ويأبهن أنما كنت أقول لحاليا حق لحقه ثم قرأت وعي أخرج إنك لا تسمع المنتا كور إن تأذوح المقشين كتر وما أنت أذونا متج بمسمع من في القبور منوح مقشين يكون قبراء كتر يقولون حليهم حين تموئوا مركز ياسدين مقاعدهم بوصدك وذي يفقدوا وذي يقولها هايان من المعردات حاليا لماذا حاليا هذا أي فصير إسوء لماذا محاكذا صحايا صحايا كنت أقول الله عليه وصح إنك لا تسمع المنتا وما أنت بمسمع من في القبور لكن مرحلة باس مرحلة خاصة هيدو إله إبا مقشيي أبو جهلو يعني أبو الله بو بحي إلهي دين يبوه هل وجدتم ما وعد ربكم حقا بحي إلهي دين يبوه إنو حقيا هاي مما قشموا في ذين أقول لك الصحابات يعني مركها بوص كي أضموا تسال إن أدتشي على إيداني ماشا يدتشي أكتشي أضموا تسال إيصال برارتا سيدي جاهيمين وإيصالين تبتين سأصال لبوحن باريا قال ليس كوافتين يا حادث أخرجوا البخاري في كتاب الجنائس باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعدب الميت يعدب كاية أهل عليه حديث المبيرة رضي الله عنه قالوا حل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي وحن مقلسون لما نيح عليه الروح اللوء هي يعدبون لعدم بما نيح عليه وحي اللوء هي سأبت سايلا وعدها قال نبي صلى الله عليه وسلم حبابها أدخين لأدكي برارتا إلا برارتا ميتك الله برارتا إلا يدام بوين تهي إن لأدكي ونبي كدلي حديث عائشة رضي الله عنها قالوا حيث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركو قيمي قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة قصوة المؤتدت كي كو شهيدي وعبد الله ابن حارثة يعني مركة ابن حارثة عفوا مركة سيد ابن حارثة إيا جحفر ابن أبي دالي يا عبد الله ابن رواحة جلسه وفر يستيجبه يعرف فيه الحسن يدو وشهي سمرغل قدر يمي وانا انظر عنه وكفرني من صائر الباب الباب كدلدلون كيسا عنه وكفرني صائر الباب حويه يعني شق الباب الباب كدلدلعيسي دلدلون كيسا قلو كفرني فأتاه رجل من بوين فقال الحرير إن نساء جعفر دوركي جعفر وذكر وحوشة لبكاءه لبرورته لأيده فأمره وحوشة لبكاءه لبكاءه لأيده فعمره وحوشة لبكاءه لأنه ينهاخن إنه كربه قرر بأتقوه حد قلتنا هذا أوهيمت اسكدها فذهب واتلي ثم أتاه الثانية حدنا مرلغت بأني كفصة لبكاء الحرير لم يضعنه من أدعن فقال الحرير إنها هل كرب فأتاه الثالثة مركز الحال قال الحرير والله لا من قد على الطيئ لقد غلبنا يا رسول الله يا رسولك وإنك قال ابن نقدان من أهيان يعني وإنك قال ابن نقدان من أهيان فزعمت وحيشة يعني أنه قال إنه يه فحص في أفواهه إن أفذك وإنه حرق شبته قال التراب عرق شبته فقلت وحرقه لنيك سونه مقابل وحرقه أرقم الله أنفك السنكاق ألها عريها بوريه لم تفعل ماذا سمعين ما أمرك الرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولك إلا وقوق الفريق ولم تترك كمان عاد انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولك إلاه كمان دين من العنائم الشقدين كمان دين والله سبحانه وتعالى أعلم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر